الإقراض نوعان إما أن يكون بمعناه العام فكل عمل حسن فهو إقراض من العبد لنفسه في الحقيقة لكن الله أضافه إلى نفسه ليحث العباد عليه فما بالكم بإذا كان المقرض هو الله رب العالمين ماذا سيكون جزاؤه ولهذا قال فيضاعفه له بينما الآخرون من الخلق في باب القرض يرده إليك القرض هو المبادلة مبادلة مال بمال وهو نوع من المعاملات أنت تعطيه الآن أو هو يعطيك لترده إليه فهو من باب المقابلة وقد يكون المقرض مماطلا ومؤخرا وكذلك المقرض مطالبا وممتنا وملحا بينما هذا ليس فيما يتعلق بالله عز وجل فإذا هذا تعبير بليغ وعظيم يدل على لطف الله عز وجل وسعة فضله ودعوته عباده إلى الإنفاق والقرض سواء أيًا كان العمل فأنت حينما توحد الله وحينما تصلي حينما تزكي وتتصدق وتصوم وتحج أنت تقدم لنفسك وتقربها لتجد ذلك في سجل حسناتك فكيف والمقرض رب العالمين هذا من باب الترغيب العظيم من الله عز وجل لعباده في أعمال الخير كلها بعامة والمعنى الثاني معنى أخص المعنى الخاص الإقراض الخاص أو القرض الخاص الذي هو الصدق والإنفاق في سبيل الله وأعمال البر من ذا الذي وانظر إلى هذا الأسلوب سلوب ند وحث وترغيب أنا حينما أقول لكم مثلا يا فلان قم فأعمل كذا أو تصدق أو وزع مثلا عملا أو خدمة في الحرم هذا ليس هذا أمر لكن من ذا الذي يقوم فيسقي المعتمري هذا فيه أسلوب في الحث والترغيب تجد الجميع سيقول أنا له شوف كيف طريقة والأسلوب القرآني في ترغيب العظيم بهذا الأسلوب الأخاذ المشوق الذي يجعل كل إنسان يقول ها أنا ذا من ذا الذي يقرض الله يعني من منكم يريد أن يفوز بهذا الثواء العظيم كل الناس يقولون كننا نتمنى ذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر